لا تزال خلفيات وحيثيات الفوضى التي طالت عدداً من البلدان العربية تحت مسمى الربيع العربي مثار تساؤلات في أروقة الدبلوماسية العالمية مجلة كوريار الروسية المختصة في صناعات الحربية سألت السفير التونسي بموسكو محمد علي الشيحي عن سر الاستثناء الذي حققته الجزائر وتونس في المنطقة الدبلوماسي التونسي أشاد بالرفض الجزائري للحلول المزعومة التي حملتها بوارج ومقاتلات حلف الناتو سنة 2011 بدعم من العراب نيكولا ساركوزي حينها وكشف النقاب عن بعض المتغيرات التي لم تبح بها الأزمة الليبية والتي جعلت من السلاح المشرع والقاضي في طرابلوس اقتتال تداعت له مؤسسات الدولة بالفوضى والانقسام الذي حذرت منه الجزائر في بداية الأمر الجزائر حسب تحليل الدبلوماسي التونسي استطاعت بمواقفها المعتدلة مع مختلف الأطراف أن تمنع دخان الأزمة من بلوغ سماء تونس والمعروف أن الجزائر رفعت درجة التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الجارة الشرقية في جبل الشعانبي مع نائها عن التدخل في مآلة ثورة اليسمين الاستثناء الجزائري التونسي بحسب الشيحي يرجع أيضا إلى حسابات غربية رأت في اضطراب الدولتين مساسا بمصالحها الحيوية باعتبار الجزائر موردا رئيسيا للأمن الطاقوي الأوروبي لا سيام الغاز إضافة إلى أن تونس معبر آمن لهذه المادة الحيوية مضيفا أن هدف الدوائر الغربية كان تقسيم البلاد العربية وسيطرة على حقول النفط والغاز ومسارة النقل ولو توشح هذا الهدف شعارة الديمقراطية وحقوق الإنسان